قد بين القرآن والمصطفى الطهري أحكام شرعتنا بيبلغ الصور وبين العلماء ما كان مستتير وجددوه كمال كلام دفير وفصلوا أمره في الحضر والسفر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أيها الأحباب مشاهدي قناة الإرث النبو وأحييكم أينما كنتم بتحية الإسلام وتحيتهم يوم يلقونه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وليلة مباركة نسأل الله سبحانه وتعالى نكتب أن أولكم فيها الخير والبركة والنفع وحلقة جديدة ومباشرة من برنامجكم الأسبوع المباشر برنامج زدني علما أيها الأكارم ونحن في هذا البرنامج والذي أستضيف فيه ثلة مباركة من علمائنا الأفاضل والذين يشنفون أسماعنا بحضورهم معنا في حلقات هذا البرنامج إذ يجيبون على أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم في كل ما يتعلق بجوانب حياة المسلم سواء كانت الجوانب الدينية أو جانب العبادات أو الجانب المعاملات أو الجانب الاجتماعي في كل ما يتعلق بحياة المسلم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علمائنا الأفاضل وأن يكتب لهم الأجر وأن يوفقهم وأن يجعل الحق على لسانهم وعلى أفدتهم أيها الأحباب وكما عودناكم وتعودنا معكم أن نستهل حلقات هذا البرنامج بفقرة نناقش معها مع ضيفنا الكريم الحاضر معنا في هذه الحلقات بعضا مما يتصل بحياة المسلم وكنا قد تكلمنا في بداية هذا الموسم المبارك في حديث حول الصلاة تكلمنا على الكثير من الجوانب المتعلقة بالصلاة وكيف يتحقق المسلم بحقيقة الصلاة وكيف يصل إلى أن يجد لذة هذه الصلاة وكيف أن يجد الراحة والطمأنينة في الصلاة وكثير من الأحكام المتعلقة بها كذلك واليوم لا نبعد كثيرا عن الصلاة حديثنا سيكون إن شاء الله في بداية هذه الحلقة حول المساجد ودورها في بناء المسلم كلنا نعلم أن المساجد هي بيوت الله عز وجل وهي المكان الذي يفترض بالمسلم أن يؤدي فيه هذه الشعيرة المباركة شعيرة الصلاة المسجد أيها الأحباب أحكام متعلقة به كيف عظم الله عز وجل هذه المساجد وما دور المسجد الحقيقي في هذه الأوقات وكيف يجد المسلم راحته في بيت الله عز وجل وأثروا اجتماع المسلمين وحضورهم للصلاوات والجماعات وغيرها من الإطرحات أطرحها على ضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ عمر بن حسين الخطيب وهو مشرف دائرة الفتوى والبحوث الشرعية بدار المصطفى للدرسات الإسلامية بتريم ومدير مركز تريم للبحوث والاستشارات الفقهية وأيضا مدرس الفقه والعلوم الشرعية بدار المصطفى بتريم للدرسات الإسلامية باسمكم ورحب بضيفنا الجليل حياكم الله شيخ عمر وسعداء مرة أخرى بتواجدكم معنا في زيد علم بارك الله لنا ولكم وتقبل مننا وينكم إن شاء الله ونفعنا وإياكم إن شاء الله أمين اللهم أمين كما أسلفت ما شاء الله كنا في حلقات الماضية نستفتح ونستهل حلقات البرنامج باستهلالية كريمة مباركة حديث حول الصلاة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد تحققنا ولو بالجزء اليسير مما سمعناه مما طرحتموه أنتم في حديثكم حول الصلاة وكيف يتحقق العبد بها ولم نبعد كثيرا في بداية هذه الحلقة لازمنا مرتبطين بالصلاة إن شاء الله نرتبط بها إلى آخر أعمارنا حتى يخبضنا الله سبحانه وتعالى على ملة الإسلام في خير وعافية لازمنا في حديثنا حول المساجد ودورها في بناء المسجد المسجد شيخنا الفاضل مؤسسة متكاملة في أهدافها في موضعت له في ما شرعت له في دورها في بناء المسلم في دورها في إيجاد ذات المسلم من راحته من كينونية من إيمانه من تقوية الإيمان شيخنا الفاضل المساجد خصوصا في كيف تؤثر في المسلم وما هو دورها الآن في هذه الأوقات الحمد لله أسأل الله عز وجل أن ينفع المتكلمة والسامع وأن يكون ما مضى معنا من حديث حول شعيرة الصلاة مقدمة خير وطرفا مباركا نصل إلى ما بعده إلى أن نلقى الله عز وجل وهو راض عننا ندرك حسن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك على أكمل وجوهي وأتمها ولم تبعد كما ذكرت المساجد بيوت الله في أرضه وأحب البقاع إلى الله كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونحن إذا نظرنا إلى الرسول الكريم الذي هو عنوان الأمر الذي يهتم به وعنوان الأمر الذي لا يهتم به فما عظم رسول الله عظمنا وما حقر رسول الله حقرنا ما جعله رسول الله أمرا جليلا جعلناه أمرا جليلا وما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره حقيرا وضيعا جعلناه حقيرا وضيعا لماذا؟ لأن أمرنا تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما فعل المسجد المسجد المؤسسة الإسلامية التي تكون منها انطلاقات الحياة الدينية والدنيوية معا الانطلاقات من المسجد إذا نظرنا إلى أن أول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تأسيس المسجد ثم آخر لحظة أو آخر يوم فارق النبي فيه هذه الحياة منتقلا إلى الرفيق الأعلى كما جاء في صحيح البخاري وغيره في يوم الاثنين بصلاة الفجر فتح السترة على المسلمين وهم خلف أبي بكر رضي الله عنه يصلون فابتسم ابتسام أشرقت أساريرها حتى كاد الصحابة أن يفتتنوا يعني يخرجوا من الصلاة ثم ردها بعد تلك الابتسامة فما الذي كان؟ الذي كان أنه كأن رسول الله يقول لنا إن دور المسجد قام فيكم على أحسن الوجوه رآهم منتظمين خير انتظام حول من يجلون ويحترمون أقرب الناس إلى فهم رسول الله وإلى فهم كلامه إلى البذل إلى التضحية إلى دعوة الناس إلى الإسلام إلى الإخلاص إلى الصدق رأى المسلمين منتظمين خلفه ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأغلق السترة ثم لم يمضي ذلك اليوم إلا وقد انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى بين هذه اللحظة التي دخلها النبي إلى المدينة وبين اللحظة التي فارق فيها سطح أرض المدينة إلى بطنها منتقلا إلى الرفيق الأعلى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في تلك اللحظات أو في تلك الأيام أو في تلك السنوات يؤسس دور المسجد تأسيسا صحيحا حتى يبني المسجد المسلم بناء صحيحا وينطلق منه المسلم انطلاقا ويصير المسجد كحف المسلم وملاذه في كل شيء ومنه ينطلب منه يصبح للمسجد الريادة الدينية والقيادة الدينية قيادة عجيزة حتى أن النبي وطن المسجد للمسجد للمسجد الريادة الدينية فيقول لهم يتم به يعني يدربهم على امتثال وحسن الاتباع فالمسجد هو المدرب للانتظام المدرب للإقتداء المدرب هكذا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحذر من أن يمسك هذه القدسية العظيمة قدسية المسجد أن يمسكها من ليس أهلا لها فيقول ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراء ورجل أم قوما وهم له كارهون لا تأم لا يؤم إلا ذو أهلية قال العلماء وهم له كارهون إما لأنه جهل يؤم وهو جهل فهذا لا ترفع صلاته فوق رأسي شبراء وإما أنه أما الناس وهو ذو أخطاء في الصلاة يخطئ في الصلاة لا يتقن الصلاة وإما أن سمعته في أخلاقه وصفاته وسماته غير طيبة فإذا كانت الكراهة شرعية فإن هذا الإنسان إذا تقدم للصلاة لن ترفع صلاته فوق رأسي شبراء لماذا؟ حتى لا يؤم بالناس إلا من يرضونه إلا من يرضونه فيؤدي المسجد دوره الذي أراده النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعندما طول معاذ في الصلاة غضب عليه النبي وقال فالتانون أنت يا معاذ فالتانون أنت يا معاذ يعني ارفق برعيتك في الدين ممن خلفك لا تحمل الناس على ما أنت عليه من هم واجتهاد قال فإنه أما بالناس فليخفف فإن فيهم الكبير وفيهم الضعيف وفيهم ذا الحاجة وهكذا إذن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قلوب المسلمين تهف وتهوي إلى المسجد لأجل أن يبنون من المسجد ترى النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الشارع قال صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس على الطرقات لماذا؟ لأن الطرق لا تبني لا تؤسس لا تبني بناء صحيحا هذا ينظر إلى الناس وهذا يتكلم عن الناس وهذا يرى المنكر وهذا يرى صخب وهذا يرى ارتفاع الأصوات وهذا يرى ما لا يليد وهذا يرى الأشياء المشتتة للذهن ما في جمعية على الله عز وجل ما في ذكر لله عز وجل فنهاهم النبي عن الجلوس في الطرقات لماذا؟ لأن الطرقات لا تبني لكن أمرنا بالمكث في المسجد وقال لنا في من يضلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل لا ظل ورجل قلبه معلق بالمساجد إذن سيكون هذا الرجل في الطهارة في الزكاة في النماء في الفهم في الإدراك ما يبنيه فيه بيت الله عز وجل الذي هو أحب البقاع إلى الله فإذن على المسلمين أن يعيدوا النظر في الريادة الدينية من قبل المسجد بإحكام الإمام وتحكو وحسن استفادة حسن استفادة المأمومين سبحان الله كما ذكرتم المساجد دور الريادي الكبير في قيادة الأمة ومنها خرجت الفتوحات ومنها خرجت العلماء وخرجت الدعاء وخرجت الصالحون وكما ذكرتم دور المسجد كبير جدا وواسع ولكن يبدو أننا سنقف عند هذه النقطة ذكرتموها ونخرج إلى فاصل بعدهم وإن شاء الله نواصل معكم عزيزي المشاهدين أذهبوا أيكم في هذا الفاصل القصير وبعده أستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم نواصل بعد الفاصل فابقوا معنا قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب سورة النور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان قال الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر رواه أحمد شاهدين وجدد ترحيبكم أينما كنتم في هذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامج زدني علمه وأستقبل في هذه الفقرة من البرنامج أسئلتكم وأتصالاتكم والعنامين تظهر أمامكم امتباعا أسفل الشاشة الشيخ الكريم العلي أبدأ بسؤال أختي منا من حضر موت تقول في سؤالها مشكلتي هي أني كلما أصلي أو أصوم وأستغفر أو أي عمل أقوم به تقول يجيني وسواس ويقول لي أنت لا تريدينه لله يقول لها هذا الوسواس عندما تقوم بأي عمل صلاة أو الصوم واستغفار يناديها ويخطبها الوسواس يقول لها أنت لا تريدينه لله بل لحاجة في نفسك وتقول أنها تعبت مرة حتى أن بعض الأحيان تترك بعض العمال حتى لا تأتيها هذا الوسواس فتقول فما الحل وما العلاج لهذه المشكلة الحمد لله أما تركه فلا تترك ما تقدر على طاعة الله وتقدر على إقامة ما فيه ثواب وما دلتها عليه نصوص الشريعة المطهرة فلتفعل ذلك كان بعض السلفين الصالح مجتهدا في الطاعة والعبادة فقالوا له ما شاء الله أنت مجتهد في الطاعة والعبادة قال لهم وأعلم أن الصلاة لا تقبل لماذا؟ قالوا لماذا؟ قال لأنه ليس عندي من الإخلاص ولا الصدق ولا المراقبة لله ما يقتضي القبول قالوا لماذا تتعب نفسك في الطاعة؟ قال أدرب نفسي على الطاعة حتى إذا جاء الإخلاص وجد نفسي مدربة فهذا مما نعالج به النفس كذلك لا نلتفت إلى الوسواس وأن تخف وقوعه على من هي إعجاب منك فلا لا تترك فعمل وداو العجبة حين يخطروا مستغفرا فإنه يكفر وإن يقص تغفارنا يفتقر لمثله فإننا نستغفر كلما جاءنا الوسواس وطالبنا بترك الطاعة وترك العبادة لأننا غير مخلصين غير صادقين غير مراقبين لله عز وجل لا نبالي به نقبل على طاعة الله عز وجل هذا جهد المقل الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمرا فأتوا منه ما استطعتم هذا استطاعتي هذا جهدي وأنا في ساع في التوجه إلى الله عز وجل وكثرت الإلحاح على الله عز وجل والأخذ بالوسائل والطرق التي ذكرها أرباب السلوك والتزكية في أن أكون مخلصا أن أكون صادقا أن أكون مراقبا لله عز وجل أن أكون حاضرا القلبي أن أكون خاشعا أنا لا أمشي في هذا الوسائل لكن أترك لا ما دمت أستطيع سأصلي وسأصوم وسأستغفر سأعبد الله سأذكر الله سأتلو القرآن ما دمت أستطيع وإذا جاءني الوسوات يقول إن هذه مردودة في وجه قلت له هو الله أنا أفعلها لأن عبد فهذا شأن العبد هذا وصف العبد وهذا شأن الله وهذا شأن العبد فهذا الأصل الذي نعمل لأجله فلا نبالي بالوساوس بهذه الأمور وإنما نلتج إلى الله عز وجل ونأخذ بالوسائل التي ذكرها الأئمة رحمهم الله خاصة أرباب السلوك والتربية أرباب التصوف في طرق الأخلاص وسائل الأخلاص معالجة الكبر معالجة الرياء نمشي في ذلك فهذا واجب علينا أصلا أن نتعلمه وأن نعمل به معه جزاكم الله خير شيخ وهنا أختك تلكم خديجة من اليمن تقول في سؤالها وسؤالها طويل قل لا كنسا أقرأه عليكم شيخي تقول جاءتني الدورة قبل رمضان وليلة الغرة اغتسلت منها يعني في أول ليلة مرة نعم وتقول استمرت والدورة استمرت عشر أيام عشر أيام قلوا في رمضان طيلة النهار طاهرة تقول هذه الدورة استمرت عشر أيام وفي رمضان طيلة النهار طاهرة لكن بعد الإفطار يظهر لي ما لونه وردي فاتح مخلوط بمادة لزجة وردي كذلك فاتح نفس اللون تقول ويستمر من عشر دقائق إلى ساعة أو ساعتين ويختفي وتقول واستمر على هذا الحال أربع أيام السؤال تقول هل صومي صحيح أو علي قضاء تقول أن طبعا دورتها ليست منتظمة ما دام أن النهار يكون تكون فيه نقية طاهرة فلا عليها عملا بآحادي قولي الإمام الشافعي من قول اللقط أنه ما دام جعل النهار كله من الفجر إلى المغرب لا يوجد فيه أي أي دم بأي لون من الأنوان ثم أن هذه الأخرى تذكر أنها قد مضت لها عشرة أيام فعشرة أيام إذا مضت لها ورأت خمسة أيام طهر فكل دم جاءت بعد هذا لعبرة به لأنها امرأة عليها بقيتها عليها بقية طهر فإن كانت ترى كما تذكر ساعة أو ساعتين فهناك قولين عند الإمام الشافعي قول اللقط وقول السحب فقول اللقط تلقط الأوقات التي ليست فيها دم تعتبر نفسها طاهرة والأوقات التي وقعت فيها دم تعتبر نفسها فيه حائض فبإمكانها أن تأخذ بهذا القول وهو قول قوي جدا في مذهب الإمام الشافعي فتأخذ بهذا القول ولا يلزمها القضاء غير أن كلمة اللون الوردي عندنا الدماء عندنا الدماء لون الأسود وهو أقوها ثم الأحمر والأشقر والكدرة والصفرة هذه الدماء والسيدة عشر رضي الله عنها تقول في بيان أن هذه ألوان الدماء يقول عندما كانت بعض إنساء الأنصار تأتي بالصفرة في الدرجة وفي القطنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء نعم فالتهاون بالدماء الخفيفة هذا أمر لا ينبغي ولكن نقول لهذه الأخت ما دامت أن قول اللقط يمكن أن يساعدك في هذا هل تأخذ به قول قوي في مثب الإمام الشافعي أزاكم الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله من السودان يقول في سؤاله نسمع كثيرا عن قوة حفظ السلافنة للمجلدات والكتب يقول فأني أستفسر عن أسباب تقوية الحافظة والذاكرة كان مشايخنا ومن تلقنا عنهم يقولون أن الإنسان عنده قابلية أن يحفظ جميع معلومات الدنيا سبحان الله قال عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها فعنده قابلية لكن ما هي أسباب تنمية هذه القابلية أسباب تنمية القابلية الحفظ من الصغر هذا أحد الأسباب قالوا الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر فهذه أحد الأسباب كذلك كثرت الحفظ يعني كلما تكاثرت حفظ الإنسان يتسع نفس المدرك عنده يتسع نفس المدرك عنده ففي البلاية ترى أنه لا يقدر أن يحفظ لبعض الأبيات ثم يحفظ عشرين ثم يحفظ أربعين ثم يحفظ ستين ثم بعد ذلك قد يصل إلى أن يحفظ مائتين ثلاثمائة أو أربعمائة في الساعة الواحدة ثم يكون مثل الإمام الشافعي رحمه الله كان إذا قرأ الكتاب يضع اليد على الورقة اليسرى وينظر الصفحة اليمنى يقول أني أخاف أن تنظر عيني فأحفظ هذه قبل هذه من قوتهم ويذكرون عجائب كان بن فورك من أئمة الشافعية كانوا يقولون يحفظ شحنة مركب من الكتب وكان بعض أئمة الشافعية يقولون لو احترقت كتب الشافعي فلا تخافوا سأمليها عليكم منا من حفظي ويذكرون عن الإمام أحمد بن حمبر رحمه الله كان يحفظ يحفظ مائة ألف حديث في رواية ألف ألف حديث أو ألف ألف حديث يعني نحن مليون يعني مش وسيط فالحمد لله كانت يعني تقوهم لله عز وجل كان لها الدور شافعي يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يوتى لعاصي فهناك أسباب منها ترك المعاصي ومنها جمعية الذهن الآن مشكلتنا في هذا الزمان تشتتنا صحيح تشتتنا كذلك تدرب على الحفظ من الصغر لذلك تجد كثير من أخواننا المسلمين في الغرب وغير المسلمين طبعا يصعب عليهم حفظ حتى الواردات عن النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء لماذا؟ لأنهم لم يعودوا أنفسهم على الحفظ فلا تعود الإنسان فيه تعود نفسه عن الحفظ تتسع المدركة كذلك يقولون من أقوى الأسباب للحفظ الكثير أن يبدأ بحفظ القرآن فإن إذا حفظ الإنسان القرآن تيسرت له حفظ بقية المعلومات وعلى ذكره أن أسلافنا كان يحفظون من المجلدات فعلا عندما تقرأ وعندما ترى المؤلفات التي يؤلفونها تستغرب الآن بحكم الوسائل الموجودة الإلكترونية وغيرها سهلت علينا أمور البحث عن بعض النصوص وغيرها لكن الأوائل كيف كانوا يحفظون هذه النصوص كلها وكيف كانوا يوطنونها ويزيعونها في كتبهم وفي أبوابها فسبحان الله الواحد يستغرب فعلا من هذه المدارك العظيمة الكبيرة التي كانت عندهم ولكن سبحان الله ربما نحن على ضعفنا وعلى قلة تقصيرنا الله عاننا بهذه الأجزة لا فيها الأجزة سهلت وأخذت سهلت الرجوع إلى المصادر وأخذت الهمم الأوائل ما في عنده وسيلة إلا هذا فكان يقبل على الشيء بجمعية وإذا أقبل عليه بجمعية حفظه لكن الآن لا تشتت ومن أقوى الآن الوسائل التي جعلت الطلبة لا يحفظ المعلومات حتى التي يحضر فيها أمام الأستاذ أمام الشيخ أمام المعلم أنه يعتمد على الـ MP3 وعلى تسجيل الجوالات وإذا بدأ يعني خاف أن تفوته المعلومة يقول مسجلة وكان بعض مشايخنا لا يسمح لنا بأن نضع المسجلة عنده لا MP3 ولا مسجلة ولا غيرهم ونقول لا لكي نعود إلى المعلومة إذا أردنا يقول أنتم عندكم كثير مما سجلتم من منكم يرجع نقول له ما نجد الفرصة نقول بس إذن تركوا كل شيء واحفظوا المعلومة مباشرة عندما تخرج شكرا لكم الله شيخ أعزائي المشاهدين نزلنا وإياكم في هذه الحلقة المباشرة من برنامج يرجع إذن علما وأستقبل أسئلاتكم وأتصالاتكم والعنوين تظهر أمامكم أسفل الشاشة الأخت هداية من السعودية تقول في سؤالها الأول أرجو منكم توضيح معنى البغض في الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول أربع من كنا فيه فقد استكمل الإيمان من إذا أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله الحب في الله يتبين به بعد ذلك ضده البغض في الله الحب في الله أن نحب الإنسان لما فيه من صفات محبوبة عند الله هذا واحد من الحب في الله الحب في الله عز وجل أن يحب الإنسان لأنه يعيننا على طاعة الله واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي الأول شهده الرجل الذي خرج من بلده إلى بلد آخر فأرصد الله على مدرجته ملك فأخبره بأن الله يحبك إلى آخر القصة في صحيح مسلم والثالث الحب في الله عز وجل أن تحب الإنسان من أجل أنه يعاونك على الدنيا تعينك على أمر الآخرة هذا يجعله من الحب في الله البغض في الله عز وجل أن نبغض المذموم في هذا الإنسان عنده صفة مذمومة نبغضها يكذب فنبغض البغض فيه ينم نبغض النميمة فيه يغتاب نبغض يقع والعياذ بالله في شرب الخمرية وشرب المسكرات والمخدرات فنبغض هذه الصفة فيه فهذا معنى البغض في الله فنحن في الحقيقة لا نبغض الذوات وإن نبغض الصفات وإذا واجهنا الذوات بما فيه حزم أو جزم فإنما نعني به ما عندهم من لأنه بمجرد أن يتوب ويرجع فهو أخونا منه ونحن ومنه ونحن أخونا وإن يبقى على معصيته فنحن ولازلنا نبغض هذه المعصية التي فيه تقول أيضا ما يتعلق بسؤالها الأول متصل بسؤالها الثالثة تقول هل أنا أيضا محاسب على من لا يكن لهم قلبي محبة قال بسبب سوء تعاملهم لي وتكبرهم علي واحتقارهم وقال وهم يعني من بيني وبينه قرابة لكن قال هو يزورهم ويزوروني وأدي واجبهم في الأفرح والعياء يقول هو في سؤاله هل هو محاسب على بعض الأشخاص الذين ليس في قلبه محبة لهم بسبب أنهم يحتقرونها ويتعاملون شيء من التكبر وغيره وهو يقول أنه يزورهم ويودي واجبهم في المعايدة وغيرها لا تنزل عن رتبة محبة السوء لهم الفرحة بالمصيبة لهم إذا نزلت إلى هذا الحد فإنها تعتبر من الحسد استثقال النعم لهم من الحسد والحقد الذي نهان عنه النبي صلى الله عليه وسلم أما أنه لا يحبهم لكونهم يعاملونه بسوء فهو يبغض المعصية التي عندهم يبغض المعاملة السيئة التي عندهم أما الذوات فهي ذوات الذوات فهي ذوات أبو حمد من البيضة يقول من اليمن لدينا مسجد وحاجة البلد إلى هدمه وبناء جامع كبير لاتساع البلد يقول ما قول علم في ذلك في هدم هذا الجامع والمسجد الصغير لتوسعته وبنائه جامع نحن إذا كان عندنا مسجد موقف فقمنا بهدمه نقوم بأمر غير جيد لماذا؟ لأننا أحرمنا الواقف السابق الأجر والثواب وإذا فعلنا هذا وتكرر هذا سيضعف همة الناس في الوقف كان سلفنا الصالح رضوان الله عنهم أجمعين يقول عنهم جابر ما علمت أحدا من أصحاب رسول الله قدر أن يقف إلا وقف وكانت يعني الأوقاف أمورها عجيبة جدا وكان لها صلة بجميع مناحي الحياة ولم يترك سلفنا الصالح رضوان الله عنهم أجمعين شيء إلا وقفوا له من أعلى شيء قمة إلى أقل شيء وقفوا له وقفوا له فلو نحن تهاولنا بهذا الوقف فصرنا كلما رأينا وقفا استبدلنا أو هدمنا أو غيرنا فثق أننا ستأتي معنا أجيال لا تعرف تقف ولا تحب أن تقف لتوقعها أن ياتيها أن ياتي من يهدم من يهدم ما تفعله فلذلك كان الوقف مبنيا على الديمومة على الديمومة والاستقرار لا يجوز كما في حديث سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه وقف وحبس أي ثبت فلا يجوز أن نزيل مسجد أن نزيل مسجد بحجة أننا نريد أن نبني جامع كبير ابني الجامع الكبير وقف الأول على ما هو عليه حتى لا تحرم الواقف السابق أجر له وهذا حاصل في كثير من المساجد احتاجوا إلى أن يوسعوها لاحتياج الناس في توسياتها فوسعوا المساجد بطرقه وبخطط هندسية طيبة جيدة جدا وأبقوا المسجد القديم حتى لا يحرموا الواقف السابق أجره فتارة من هم من يصلي في المسجد الجديد ومن هم من يصلي في المسجد القديم أما أن نهدم الوقف ونحرم له الواقف أجره فهذا أمرا لا يجوزه لا يجوز شرحا لا يجوز نعم إذا كان عندنا مسجد خفنا من سقوطه وانهدامه وإضراره بله بالمصليين وبالمعتكفين وبالواردين إليه فهذا الضرر يزال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا لا ضرر ولا ذرار وقاعدة عندنا شعية الضرر يزال لكن أن نأتي إلى شيء مستقيم منقوف فنغيره ونبعده هذا الذي لا يجوز لا يجوز رسيك بالله أحسن الله عليكم شيخ الأخت أم فاطمة من السعودية تقول هناك ثلاثة أسئلة تتعلق بما يحدث في مناسبات الزواج وتقول ترجو تفضلكم بالإجابة عليها تقول في الأول ما حكم خروج العريس مع عروسه وبقاءه في المنصة أمام جميع النساء الحاضرات في قاعة الفرح قالت مع أنهم يطفون الأنوار عند ذلك فخروج العريس مع عروسته وجلوسه أمام النساء ما حكم ذلك عادات أجنبية أو غربية على الأصح المسلمون يريدون أن يتبعها أمر حذرهم منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لتتبعن سننا من كان قبلكم حذرهم من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يبالون بذلك ما هذه العادات؟ أفعلها رسول الله مع نسائه؟ فعلها رسول الله ببناته؟ فعلها الصالحون فعلها الأخيار هي عادات غربية فعلها الكفار فعلها الفجار نحن المسلمون نتبنىها ونأتي منها؟ لا النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع في بيت سيدنا عبد الله بن مكتوم وقال لمن كانت في جانب من البيت قال استترى منه فقالت يا رسول الله إنه أعمى استترى ماذا؟ إنه أعمى ما يرى أصله قال أفعم يا واني أنتما؟ ألستما تبصيراني؟ كما أن الرجل يحرم عليه أن ينظر إلى المرأة يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول النظرة سهم من سهام إبليس المرجون هذه أمر هذه أمر وعادات مخالفة للدين مخالفة للشريعة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن ننهى عنها وأن نبتعد عنها وأن لا نحضر فيها وأننا إذا استطعنا أن نبعدها أو نوقفها نوقفها ما أمكننا ما أمكننا يخرج العريس بين النساء والنساء يزغرطن ثم بعد ذلك تضع على المنصة يؤكلها وتؤكله وكأنها ليس لها يد وليس لهواه وليس له يد عاداتهم طبعا نحن لا تعرف إلا في بلاد الغرب ولا تعرف إلا من غير المسلمين فلماذا تدخل عادات المسلمين؟ أولى بناء أن تدخل أخلاق وثقافات ومعالم ديني نحنيف الذي يدخل فهذه من الطامات والمشكلات في الزواج سبحان الله وكيف نريد أن تكون حياة زوجية سعيدة ومستمرة وديمومة فيها ونبدأ بمخالفة شرع الله مخالفة شرع الزواج أي بركة بتكون في هذه الأسرة حتى كيف يكون الأولاد إذا نتج من هذا النتائج كيف يكون البركة في هذه الأولاد ولكن كما ذكرتم عادات دخلت على مجتمعات المسلمين تقول أيضا في متصل بحديثها بالنسبة لحكم تصوير الزوجين وهما في الزفة وتصوير النساء لبعضها البعض في الزواجات ما حكمه؟ والله الجوالات ذات الكاميرا وتصويرات هذه من الأشياء المشكلات من المشكلات ولذلك نعيب أن كنا نحث حتى النساء يدخلوا المحتشمات إلى البيوت لأنه لا تملك أن تصورها وستستغل بعد ذلك الشخص أخذ من جوال زوجته أو أن الجوال ضاع هذه من السذاجة مرأة تصور نفسها مكشفة تصور نفسها في جوالها أو في جوال زوجها الجوال محتمل الضياع محتمل السرقة محتمل أن يباع بعد ذلك وقد مسح فيأتي شخص ببرنامج يعيد له يعيد الصور فممكن يأتي شخص صفيه جاهل ضعيف الدين يستغل هذه يستغل هذه الصور وينشرها أو يستغلها لأجل مادة وتهدد بعض النساء التي صورنا أنفسهن مع زواجهن بحالات غير غير معتادة أو تصورت نفسها يبتصل بها بعد ذلك أن صورة الفلاني إما أن تدفعي المبلغ الفلاني أو أنك سترين الصورة بعد قليل حقش على الفايسبوك أو نحو ذلك وهذا كله من مخالفات الشيام والمحامل مدهي مرأة دخلت تدخل بثياب محتشمة بثياب جميلة تلبس باحتشام وتدخل مستورة له مستورة جزء الراس كله أو على الأقل تترك بعضها عندنا عند النساء حتى لو قدر الله كانت امرأة ضعيفة الإيمان وضعيفة الدين صورتها لا تصورها بشكل يمكن أن تستغل أن تستغل فيه فنحن إذ من تبهنا للمكارم للشيام للأخلاق جاءت هذه كعقوبات من الله عز وجل للناس ممكن أن تصور امرأة في أي لحظة من اللحظات بهذا الشكل التي دخلت عليه ربما مزرزرة ربما مبهذلة ربما مشقوق جانب من جوانبها وشعرها كذا ربما ما يسمى بالمقرعة جزءا من بدنها الأعلى يرى تصور أن امرأة صورتها والتقطها زوجها أو واعت جوالها فإذا بصورة هذه المرأة بين له النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحثنا على هذا لا يدخل الجنة ديوث قالوا وما ديوث رسوله قال الذي يرضى السوء في أهله يرضى ما يبالي لو انتشرت صورة زوجته عند النساء ما يبالي شكرا لكم الله خير شكرا لكم وأستقبل التصال من الأخ الدينة عمر من السودان أختي الكريمة السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله تفضلوا أنا عندي سؤال هذه مقصودة زوارات القبور ولا أنا أخذ أختي الكريمة بارك الله بارك الله ونبالكم كمان الدعاء حباكم الله يحفظكم ويرعاكم إن شاء الله لذاكم الله خير حياكم الله شكرا جزيلا على اتصالكم ثم أختي الكريمة تسهل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعن الله زوارات القبور تقول هي زارة الكثير من المراقد الأهل البيت والعلم والصالحين قالت سبحان الله في تلك الأماكن تشعر بأنس وأطمأنين وراحة تقول فهل تدخل ضمن هذه الحديث لعن الله زوارات القبور وما المقصود بزوارات القبور كانت السيدة فاطمة رضي الله عنها تخرج فتزور قبر عميها الحمزة وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تتردد لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر والدها وكانت تدخل عادية قال تقول عن نفسها فلما قبر عمر ما دخلت إلا مشدودة علي ثيابي لما أعلم من حياء عمر استحية من سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه فعندنا فاطمة بنت النبي وعائشة زوج النبي تزور له تزور القبور وبل في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم علم سيدتنا عائشة الدعاء إذا دخلت إلى المقابر علمها الدعاء فنحن أخذنا عن سيدتنا عائشة الدعاء السلام عليكم دالقوا من المؤمنين أتاكم وما توعدون غدا مؤجلون إن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية تعلمنا من سيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه إذا علمنا هذا حديث لعن الله زوارات القبور على ما فيه من ضعف عند بعض المحدثين له تتمة لعن الله زوارات القبور القائلات هجرة فيه تتمة في رواية أخرى وهذا تقيد معنى فإما أن يكون معنى لعن الله زوارات القبور المرأة التي تغالي وتبالغ في زيارة القبور زوارات زوار فعال كثير زيارة تبالغ مبالغة فخرج الحديث مخرز زجر لهن عن المبالغة هذا واحد أيضا معنى لعن الله زوارات القبور في رواية القائلات هجرة التي عند القبور يندبن وينحن ويأتينا بدعوة الجاهلية والنبي يقول ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة أما الجاهلية أما إذا قامت الزيارة بالآداب الشرعية المرعية فهذه محقق العلماء لا يرون بها بأسا حتى عندنا الشافعية القائلين بأن زيارة القبور مكروهة كراها تنزيهية للنساء قالوا إلا إذا تريد تزور النبي أو تزور ولي أو تزور قريب قولوا لي المرأة ستزور غير هذا إما أن تزور نبي كزيارات النساء في المسجد النبوي الشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر الشريفة ولي أبي بكر ولي عمر أو تزور وليا من أولياء الله كما تذكر الأخت أو تزور قريبا من أقاربها حتى الشافعية الذين قالوا بالكراها قالوا هذا في غير نبي وولي وقريب فالأمر هيا شريطة أن لا يكون هناك مبالغة شريطة أن تراعى الآداب الشرعية في زيارة المرأة للقبور ومن أهمها لا ندبأ لا نوحى لا قولا محرما القائلات هجرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الذي يدخل تحت اللعن غير هذا لا يدخل إن شاء الله تحت الله أزاكم الله خير الشيخ وأخي صالح من اليمن يقول في سؤاله أن عمره سبعة عشر عاما ولقال ولكني لم أختتئنا الآن فماذا أفعل ومحكم صلاتي نقول لهذا الأخ يتيب عليك أن تختت والختام بحمد الله الآن صار أمرا ميسرا عبارة عن بنج موضعي في موضع الذكر ثم قص القطعة الزائدة على حشفة الذكر المسألة سهلة ليس شنيعة كما يمكن أن تصور أن تصور له فنقول له الختام واجب عليك يجب عليك أن تختت و اذهب عند طبيب يعني اذهب عند جراح يختنك وليس يذهب عند إنسان يختنه بسكين أو نحو ذلك لا يذهب عند جراح والمسألة هينة بسيطة جدا وعندنا الشافعية إذا قدر على غسل ما تحت القلفة فلا مشكلة إذا قدر على غسل ما تحت القلفة وإذا لم يقدر فكأنه صلى بنجاسة فتكون هذا الصلاة واجبة واجبة القضاء عندنا الشافعية ونطلع من هذا الأخ الأمر هينة جدا نعم إذا بس أن يذهب إلى أقرب عيادة صيدلية عند طبيب جراح مساعد طبيب جراح مقيم طبيب جراح يختن له المسألة وانكشاف العورة لأجل الختام يجوز ما فيها مشكلة إن شاء الله لخة أم فايز من المهرة تقول في سؤالها شخص يسأل أنه مضطر وفي أمس الحاجة لقرض نعم تقول هل يجوز له أن يأخذ من صاحب بايع المخدرات تقترب منه هذه القرضة تقول لكنها ستأخذها ومحتاج إليها وستعيدها بعد ذلك هل يجوز لها بحاجتها وشديدة لهذه القرضة أن تأخذها من بايع المخدرات على أن تعيدها له على ذلك معاملة من أكثر مال حرام مكروه عندنا في المذهب الشافعي من أكثر مال حرام إذا كان هذا الرجل عنده أموال حرام كالمخدرات وعنده أشغال أخرى غير المخدرات يمكن أن تأتيه منه مال فالمعاملة معه مكروه لكن الأخرى تقول أنها مضطرة إلى ذلك إذا كانت هذه الضرورة الشرعية حتى بهذا الشكل ما فيه يعني أخذت منه قرضة بهذا الوضع ما فيه مشكل لأنها تقول إذا كان ضرورة شرعية بمعنى أنها إذا لم تقترض سوف تتلف نفسها تموت أو يختلف عضوا أو منفع فيها أو يختلف مال له وقع فهذه مضطرة إلى ما لم تأخذ إذا لم تكن هناك ضرورة شرعية لا تأخذ خاصة إذا علمت أن ماله هذا كله من المخدرات فإذا هذا المال ليس ملكه هذا المال ليس ملكه وإنما نقول لهذه الأخت إذا فعلا تأكدت أن هذا الرجل مال المخدرات ليس ملكه فإن كان هذا المال يعتبر واجب عليه أن يرجعه إلى أربابه فإن كان هو يعرف أربابه واجب عليه أن يرده إلى أصحابه مال يميعرف أربابه يكون هذا المال مال ضائع فإذا كانت فعلا مضطرة هي من أسباب المال له من أسباب المال الضائع وعلى كل حال إذا قدرت أن تتجنب هذا الإنسان فالأولى لها أن تتجنبه وتأخذ عندها المؤسسات والبنوك الإسلامية بطرق صحيح تأخذه إن شاء الله أحسن الله عليكم شيخ ووقت الحلقة دهمني وأختم بسؤالين السؤال الأول من أخي عبدالله الحياد من المدينة منه وراء يقول هل يجوز قراءة القرآن من الجوال لغير المتوضي والمرأة الحيطة كثرة كلام العلماء حول قراءة القرآن من الجوال لغير المتوضي بمعنى أنه إذا ظهرت ورقة القرآن أو ورقة المصحف على ظاهر الشاشة هل يشترط أن يكون الحامل للجوال الآن على وضوء أو يمكن أن يكون على غير وضوء فمنها العلماء من قال نعم مدام أنه يسمى قرآنا عرفا فإنه يشترط أن تكون على وضوء والمعنى إذن لا يجوز أن تظهر أين يظهر القرآن على الشاشة إلا إذا كان متوضي الإنسان أما وجود قرآن وسط الجوال من دون أن يظهر على الشاشة ما فيه مشكلة لكن إذا ظهر يشترط أن يكون متوضي لأنه يعاد قرآن ومنهم من قالوا لا هذه مجرد ذبذبات ولا يعاد قرآن كشأن مقابلة المرأة بالمصحف فلا يشترط أن يكون متوضي فالمسألة ذات خلاف بين العلماء والورع لا يخفى والاحتياط الإنسان مهما أمكن لا يخفى هذا واحد أما سؤاله أنها إذا كانت المرأة حايظ فهناك الحرمة من جهة أخرى وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الحايظ ولا الجنوب شيئا من القرآن جمهور العلماء على عدم جواز القرآن للمرأة الحايظ ليس لقضية أنها تقرأ من الجوال على قضية أخرى قضية القراءة نفسها يحرم عليه نعم جزاك من أخير وأختم بسؤال أخي عبد الرحمن من العراق يقول يسأل عن حكم صلاة وقراءة القرآن من أصيب بتقطير البول أو سليس البول عنده دائما تقطير البول يقول كيف حكم صلاته وكذلك بالنسبة لملابسه هل يجب عليه أن يستبدلها عند كل صلاة أو يكفي فقط أن يمسح عليها بما باعتبار أنه مصاب بول سليس البول هو الشخص الذي يتمضي عليه وقت الصلاة لا يقدر أن لا ينقطع فيه لا يمتلك فيه فهذا إذا فعلا كان هكذا سليس البول فأجزمه الفقهاء بعد أن يدخل وقت الصلاة يعصب ذكره يعصب ذكره ويتوضى سريعا ويصلي سريعا وبعد ذلك له هذه الفريضة وما شاء من النوافل وتلاوة القرآن بذلك الوضوء غير هذا ما يوجود لو أراد فريضة أخرى يجدد يجدد العصب ويجدد الوضوء من جديد لعله أيضا نختم باتصال أخي طاهر الحداد من اليمن أستاذ طاهر مرحبا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يحفظكم مرحبا السهل الحمد لله في لطف الله وعافية وفضل ورحمة الله ورحمة الله كيف يتم معهم أو صلي الحالة أو صلي جماعة ثانية أو كيف هو مسافر هذا الشخص نعم نعم واضح سؤالكم أخي طاهر يالله مشكور يقول إذا كان مسافرا في طريقه للسفر ودخل بمسجد وجماعة يصلون من أهل المقيمين في البلدة كيف هل يصلي معهم يقصر معهم يجمع معهم يصلي منفردا بالنسبة له السؤال المهم لأنه تعتري أمور إذا دخل المسافر في المسجد فوجد الناس يصلون إذا كان الذين يصلون مسافرين مثله وأراد أن يصلي معهم قصرا فيقول إن قصروا قصرتوا وإن أتموا أتممتوا يصلي جماعة معهم إن كان الذين يصلون غير 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 مسافرين فأنه يصلي معهم صلاة تامة يصلي معهم صلاة صلاة تامة ولا ينفرد يدرك له يدرك الجماعة معهم لكن ننبع على جزئية وهو أنه يدخل أحيانا هو يريد أن يقصر وبالنسبة للمسافر يجوز له القصر ويجوز له الأتمام لكن إذا يصلي خلف ناس لا يعرف هل يقصرون أو لا يقصرون فيجوز له إذا كانوا مسافرين مثله يقول إن قصروا قصرتوا وإن أتموا أتمم أما إذا كانوا مقيمين فيصليه بنسبة لغة تامة يلتحق بهم ويصلي تامة نعم ولا يجوز أن يقصر أن يقصر في هذا أن يقصر معنا نعم جزاكم الله خير شيخ وصلنا إلى ختام هذه الحلقة أتوجه بخالص الشكر والتقديل لضيف الحلقة فضيلة الشيخ مر بن حسين الخطيب وأيضا الشكر موصول لإخواني في طاقم العمل مرافق معي في هذه الحلقة والشكر كذلك لكم أنتم أيها الأحباب على حسن وطيب وكرم المتابعة والملتقى في حلقة الأسبوع القادم والتي سوف تكون في بدايتها بعنوان الثبات على الحق في زمن الفتن أصلى الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمارنا وعماركم ورحمة الله وبركاته قد بيّن القرآن والمصطفى الطهري أحكام شرعتنا بيبلغ الصور وبيّن العلماء مكان مستتير وجددوه كمال كمم دفير وفصلوا أمره في الحضر والسفار فالفق في الدين ينجي من الخطار فيا أحبتنا سير على الأثر فيا أحبتنا ونسير على أثر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر